اشتركوا في القناة الزواج متاق غاليد الف به الله ما بين قلوب الزوجين والأسرة هي نواة المجتمع إن صلوحة الأسرة صلوحة المجتمع كله وإن فسدت الأسرة فسد المجتمع كله ومع الأسف في الآونة الأخيرة ولينا كنشوفوا واحد ظاهرة التي تزايد بشكل مخيف وهي ظاهرة الطلاق لا سواء في المغرب العربي ولا في المجتمعات العربية ككل ولينا كنشوفوا نسب مهولة تتسجل كل يوم محاكم الأسرة عامرة بالحالات ديال الطلاق شنو هو السبب في نظركم واش مبقى الصبر ولا عدم المسؤولية ولا هاد الغلاء المعيشة اللي ولينا كنعيشو فيه مبقى وش شباب قادرين باش يحلوا بيت مبقى وش ولا عدم الحوار بينتهم للأسف دخول وسائل التواصل الاجتماعي لحياتنا غيرت حياتنا غيرت تقاليدنا وعاداتنا العربية والإسلامية ولينا كنعيشو في واحد المجتمع فيه تباهي كتر من تباهي وكنشوفو في الكامليات كتر من الأساسيات مبقاتش عنا القناعة القناعة بدك شي لك تبنى الله والواحد فرحان بدك شي اللي عندو لا فرح تبدك شي اللي عندك تحقق السعادة ولكن مع الأسف لا النساء ولو قانعين بالمستوى المعيشي اللي عايشين فيه مع الأزواج ديالهم ولا الأزواج ولو عايش بينهم الزوجات ديالهم ولو كيشوفو كيشوفو نماذج اللي كيلقواهم كنا نرى في الأستغرام ولكن دك شي ماشي حقيقي هاد شي ما كين طبقش على الأسرة الحقيقية ومع الأسف الضحايا في هاد الظاهرة هادي هم الأطفال الأطفال اللي كيعيشوا واحتف كوكو سريع عجيب من بعد الطلاق واحتق بالطلاق فاش كتنود النزاعات ما بين الزوجين كيف قدوا هاد الأطفال الأمان كيف قدوا التركيز ديالهم كيبدوا كيستعملوهم الآباء في نزاعات ديالهم المادية والمعنوية وللأسف من بعد ما كيوقع الطلاق كيسى لي إما بمشكل مادي ما بين الزوجين وللأسف إما الأب كين صالخ من المسؤولية ديالهم لا في النفقة ولا في الزيارة للأباء الأبناء ولا في تتبع ديالهم وكتلقى رأسها المرأة كتواجه لمجتمع بوحديتها نظرة لمجتمع العربي رحنا كنعرفوها للمرأة المطلقة كتواجه لمجتمع بوحديتها هي مرأة قوية خاصة تواجه لمجتمع خاصة تحمل مسؤولية ديالوليداتها تقدر تكون مخداماش وهاتش كيزيتان بلا خاصة تقلب على خدمة تقلب على موريد للرزق باش تتوكل وليداتها وتعيشهم بالحلال ومع ذلك يبقى واحد النقص ديال الأب ديالهم من بعد الى حاول واحد من هاد طرف من هاد الأزواج ولي كيله هما انه يتزوج عاو تاني ويبدأ حياتهم جديد فهد الأبناء هادو ما كيبقوش يلقوا بلاستهم لا عند الأب ولا عند الأم اللي امشوا عند الزوجة كيلقوها امشوا عند الأم ديالهم كيلقوها كونات أسره وولاد جداد وكيولي هما غلطة من غلطات الماضي اللي كيتمنى كل واحد فيهم يمسحها باش يكمل حياته ويعيش من جديد ومع الأسف كيلقوا رأسهم في واحد البيئة اللي ما صافي كيفقدوا الأمان كيفقدوا الحنان كيفقدوا الأم كيفقدوا الأب وكيعيشوا في واحد سراع نفسي داخلي عميق للأسف كنتمنى أن الأزواج منين يجيوا يفكروا في هذا في هذا القرار هذا قرار مش سهل يفكروا في رأسهم ويفكروا في ولدتهم كتر الموضوع كبير حيث لنا كنشوفوا أزواج اللي عاشوا كتر من 30-40 سنة مع بعضيتهم دابا كيتلقوا وراهم تهم وحطين دواصهم في قضاء الأسرة كيفاش هاد الناس عاشوا مع بعضيتهم هات السنين كلها ودابا صافي ولا وما قد دينش يعيشوا مع بعضيتهم وما قد دينش يكملوا مع بعضيتهم وبغين يتلقوا وكين واحد النوع آخر من الأزواج اللي هما عايشين طالق صامت ولكن خوفا من المجتمع خوفا من النظرة خوفا من على الولاد كي يقولوا نبقى ضلين دكسمية ديال الزواج ولكن في الواقع هما مبقى تكتربطهم حتى شي حاجة مع بعضيتهم لا حوار لا صبر لا تشي حاجة غير عايشين هكا كباش ما يتلقوش وصافي الموضوع ديال اليوم وهو واحد القصة دي الواحد الشاب بلتقيت بها بالصدفة عودت لي القصة ديالها وطلبت مني باش نشاركها مع المتتبعين هكا تعطيوها أراءكم وتعطيو وتقدرو تنصحوها هاد الشاب هي في الحقيقة نادمة نادمة بزاف على قرار الطلاق كتقول يا جوجت وحمع واحد الشاب بعد قصة حب وهذا الشاب هذا كان ميسور للحال أسرة دياله طيبة قالت كنت عايشة في واحد الحياة جميلة كان موفر لجميع المتطلبات ديالي ودياله لذاتي ولكن أنا مؤخرا لم أبقيتش راديا بأي حاجة كي ديرها لم أبقيتش راديا به لم أبقيتش راديا بالتصرفة دياله للأسف تعرفت على صديقات جداد وهدوك الصديقات وليت كنشوف حياتهم كتر من حياتي دائما كنشوف المسائل اللي عندهم وما حسن من اللي عندي أنا وما بقيتش قانعة بذيك شي اللي عندي وليت على أي حاجة كنحاول نخلق شي جار مع الزوج ديالي أي حاجة بقى كيديرها ما كتعجبنيش كيحسوه دائما بالنقص أنه ما قدرش يوفر لذيك شي اللي بغيت وخاه ورا دير الجهد دياله كتر عيا معي عيا معي على حسب الوليدات وأنا في الحقيقة كنت أنانية بزاف دائما كنت كنت تصرف مع خايب كنت كنت تصرف مع الأهل دياله خايب مع أنه كيتصرف بشكل جيد جدا مع الآباء ديالي أنا ومع الإخوات ديالي من كي يجي عندي كنت أنانية لدرجة أنني كنت دائما وخامة كي دليت شي حاجة ممكن ما نهضرش معاه المدة طويلة مع النهادي على أي حاجة كيطلبها مني كنرفض ووليت ما عاجبنيش حياتي لدرجة أنني بقوة اللي ووليت كنشوف الحياة ديالي ما بقيتش عاجبني دخلت في حالة كتئاب وفقط نعمة القناعة فقط نعمة الفرح بذيك شي اللي عندي واخا عندي حياة جميلة وعندي ولدات وعندي زوج كي يبغيني ما بقيتش حسب هات شي وهات شي لأسف خلاه واحد نهار يعيا ومني قرر الزوج ديالي الطلاق من بعد صبر طويل فش صار إحني بطلاق واخد القرار وما بغاش يرجع لي وفي الأول أنا بطبيعة الحال بحكم أنني مرأة وكرمتي ما قدرتش أنني أنا اللي نعتضر منه وخ أنني اللي عارف أنا اللي غلطة ما اعتضرتش منه وخليت الزوج ديالي مشى وطلق ني وقعت طلاق ودبه وخ يعتني ذاك النفاقة ومشى هو ما ما بقيتش عارفه ولداته دبا محتاج له وأنا محتاج له وما عرفتش فينا هو مشى هذي الزوج هذا ولدت لقيت رأسي أمام بزاف ديال المتطلبات ديال ولداتي لحسب المستوى المعيشي اللي كانوا يعيش فيه وخ يسفت نفاقة غير عبر البارد ما كان شوف وقع نهائيا حتى ولاده ما بياه واللي كانوا وصحابنا كل شي ولك يرد لأنا اللومة ندمت بزاف البنات اللي بغى تطلق تفكر بزاف تفكر في ولداتها تفكر في الزوج ديالها تفكر في ذلك شي اللي عندها قبل ما تشوف عند الناس دب أنا تمنى تغير يرجع ويسامحني يسامحني واخا غير شوية من ذك شي على غير ويالدك شي اللي درت له كانت منى تعودوا تصبروا البنات وتعودوا تعيشوا تعودوا حساباتكم لأن الطلاق ماشي سهل طلاق عنده تابعات نفسية ومادية كبيرة بالسعف الاكتئاب اللي جانين بعد طلاق والمرض اللي جانين بعد طلاق ما عمريشته وما عمريش صورت أنني غادي نعيش تاكل الحالة كانت رجاكم أي وحدة عندها زوج وعندها ولدات وعندها حياة تحافظ عليها طلاق ماشي سهل رحنا كتمكن لك تهدم ضغية ضغية ولكن باش كتبني دار وتبني عائلة وتبني أسرة ماشي سهل تعب ديال السنين كتضيعوه في لحظة وحدة تقدر تكون الكرامة والآنين نيامة تخلي نجد ساعاتنا تتعرف كان راجلي قدامي وما قدرت نعتدر وما قدرت نعترف بالخطأ ديالي يمكنك كان اعترف يمكنك أن نقلصنا على طاولة الحوار وتنقشنا في المشاكل اللي عندنا يمكن كراني ما زال دبا مع الزوج ديالي والوليدات ديالي ما زال مع الأب ديالهم كلما نرى الوليدات ديالي يعاني لأنهم فقدوا الأب ديالهم الأب اللي كان ما فقدوا هذا كامل أنا ما قدرت نوفر كل شي كان نقلب على خدمة ديالهم وأنا ما ملف نخدم كان نقلب على خدمة وهكك غير معنويا ما قدرت نوفر الوليدات ديالك شي اللي يبغي وديال اللي كانوا عايشين فيه كل واحدة عندها حياة تحافظ عليها فقر ماشي عيب حاولوا تعاونوا مع بعضياتكم حاولوا تبغي بعضياتكم الحياة ماشي سهلة والتحديات اللي كان نقاوها كبيرة بزاف ولكن هداك المتاق الغاليد اللي جمعنا به ربي هو اللي غادي يقدر يخلينا نتحد هاد المشاكل وهاد العقبات اللي كان عيش كلها ونكمل الحياة مع بعضياتنا وكانت منها لو طلتم معنا احتل هنا تخليوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد وكانت منها تخليوا شي تعليق لهاد الصاحبات القصة باش نصحوها ودخلوا لنا شنو هو رأيكم فهذا المعضلة ديال الطلاق شنو هو السبب في نظركم وشنو هما الحلول اللي يقدرو يديرهم الازواج باش ينقضوا العلاقات ديالهم شكرا على المتابعة وإلى الفيديو القادم إن شاء الله شكرا على المتابعة